السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في مجموعة دروس الأندرويد المقدمة لكم من موقع عالمتاني.com إن شاء الله في مجموعة الدروس الخاصة بالأندرويد هنتعلم كل حاجة عن الأندرويد إزاي أعمل setup للأبليكيشن، إيه هي الأبليكيشن المفيدة ليا وإزاي أستخدمها كمان هنعرف أخبار آخر الجيمز الموجودة على الأندرويد درس النهاردة هنتكلم فيه عن توصيل الأندرويد بالكمبيوتر عن طريق شبكة واي فاي يعني مش هحتاج أستخدم كابل اليو اس بي أبدا علشان أنقل الملفات من الأندرويد للكمبيوتر أو العكس هستخدم الشبكة علشان أنقل الملفات طبعا الطريقة دي فيها مميزات كتير أولها أن أنا ببقى شايف كل الجهاز عندي جهاز الأندرويد طبعا بشوف كل الملفات اللي بواه أقدر ألغي وأعمل edit وأضيف فايلات للأندرويد والعكس يعني ممكن أخذ الصور بتاعتي من الأندرويد وحطها على الكمبيوتر برضو أو العكس كل اللي هنحتاجه أن جهاز الأندرويد يكون متصل بشبكة واي فاي ثاني حاجة هنحتاجها هو برنامج اسمه Swift TV هنعمل search عليه في الماركت هنعمل هنا search وهكتب Swift TV وأول ملاقي Swift TV server ملف اسمه Swift TV server هعمل له install على الجهاز الأندرويد هعمل له download الأول بعد كده install طبعا هو ظهر أول نتيجة هعمل Swift TV server هدوس عليه وقول له install أو download بعد كده installing دلوقتي البرنامج يتصل طبعا عندي هقول له open بعد كده هخش على setup لو أنت ما عندكش account أو لسه ما عملتش account في Swift TV المفروض أن أنت بتعمل account مكون من username و password علشان تقدر تستخدم البرنامج بمنتهى الحرية هدخل على setup وهعمل username بعد كده password الport number هو القناة اللي هيتصل بيها الكمبيوتر بجهاز الأندرويد بعد كده في option اسمه stay within folder بمعنى أن ما تخليش البرنامج يشوف الاندرويد كله او folders بتاعة الاندرويد كلها شوف مكان معين فانا عايزه يشوف المساحة الخارجية او sd card فكتبت sd card وبعد كده الثلاثة options دول المفروض أعمل عليهم صح علشان كل حاجة تبقى شغالة عندي تمام مو من غير مشاكل هقول له save بعد كده هدوس على start علشان أبدأ ال connection بتاعتي ما بين الاندرويد الاندرويد والكمبيوتر بمجرد ما قلت له start راح مديني حاجة اسمها wifi url والurl ده انا هستخدمه علشان اعمل connection ما بين الكمبيوتر والاندرويد عن طريق ال wifi طبعا بحفظ الرقم ده او بسيبه على الجهاز علشان هستخدمه بعد كده في الخطوة الجاية اللي هتكون على الكمبيوتر الجزء الثاني من درسنا هدرس توصيل الاندرويد بالكمبيوتر عن طريق ال wifi باستخدام ال FTP الجزء ده كله هيكون شغل على الكمبيوتر وهنعرف ازاي نوصل الكمبيوتر بالاندرويد علشان أنقل الملفات بتاعتي بمتهى السهولة بدون استخدم اي USB او طرق بطيئة علشان أنقل مساحات كبيرة في ناس بيبقى عندها مثلا كروت 16 جيجا و 32 جيجا فبيبقى عايز يعمل موضوع النقل بسرعة ده هيتحقق طبعا عن طريق client ال FTP علشان اقرى الملفات من الكمبيوتر للاندرويد لازم يكون عندي حاجة اسمها FTP client ممكن نعتبر ال FTP client ده هو زي بالزبط Windows Explorer على ال Windows وهو بيقوم بعملية نقل الملفات أشوف الملفات أقدر كمان ألغي ملفات من على الاندرويد أو أنقل الملفات بتاعتي من الاندرويد للكمبيوتر والعكس أول حاجة هعملها هدخل على جوجل علشان أعمل سرعة على FTP client وهنختار FTP client مجاني اسمه FileZilla أو FileZilla وهو FTP client مجاني تماما سريع جدا ومسحته صغير على الجهاز هقول له FileZilla بيكون أول نتيجة عندي وهقول له download FileZilla client وهختار أول لينك اللي هي الexe فايل علشان يعمل الثتاب بسهولة بعد ما خلصت عملية download هعمل install ل FileZilla طبعا أنا قريدي عامل installing لل FileZilla client هي العملية سهلة جدا وبعد كده بدوس next كذا مرة لحد ما أخلص عملية اسم هفتح برنامج FileZilla دلوقتي أنا عايز أقول للبرنامج أنا عايز أتصل بجهاز الأندرويد طيب هيعرف منين جهاز الأندرويد بتاعي عن طريق الأرقام اللي خدناها في الجزء الأول من الدرس هفتح جهاز الأندرويد بتاعي وأقول له start هلاقي عندي حاجة اسمها Wi-Fi URL وهبدأ أحط البيانات دي من File Site Manager هختار أندرويد طبعا أنا عامل ال connection قبل كده بس هي الطريقة سهلة كل اللي هنعمله إن احنا هناخد من أول الأرقام هسيب كلمة FTP دي خالص وهاخد من أول الأرقام فالأرقام عندي 192.168.1.7 بعد كده هلاقي نقطتين فوق بعض هكتب الرقم اللي بعد النقطتين هنا في البورد هلاقي الاختيار ده بيكون عادة anonymous هخليه normal وبعد كده هقول له username وال password اللي أنا كتبتهم فعلا قبل كده في الاندرويد أو في برنامج Swift TV على الاندرويد وهقول له connect كده أنا شايف الجهاز بتاعي كله أنا كده فعلا جهاز الاندرويد بكل ملفاته وده ال SD Card أو الذاكرة الخارجية وأقدر أنقل ما بين الكمبيوتر والاندرويد بامتهى السهولة نخلي بالنا من حاجة دي كده الويندو بتاعت الاندرويد على اليمين وده الويندو بتاعت الجهاز جهاز الكمبيوتر فأنا ممكن أطلع أدخل مثلا على ال C أو ال D الملفات بتاعتي مثلا في ال D وهبدأ أنقل الملفات من هنا بدراج وحطها هنا مثلا أو عندي ملفات في ال SD Card وعايز ألغيها فهدوس أو يعني أسميها من أول وجدد وهكذا وبنلاقي هنا عدد بيعد عدد الملفات اللي بتتنقل من الكمبيوتر للاندرويد أو العكس أتمنى يكون الدرس ده مفيد لكم وإن شاء الله نتقابل في دروس دانية كثير للاندرويد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة